سيام متقطع أو سيام العكسي زي ما بتسموه نظام مكتبس من نظام سيام شهر رمضان المبارك سيام 16 ساعة وإفطار 8 ساعات بس الفارق حكولك صوم عن الأكل والشرب مي أو المشروبات خالي من السكر زي الأعشاب مثلا طبعا لأنه نظام إن شهر فصار كثير اكتبسوا منه أفكار ويخترعوها أو بمعنى يضيفوا أكثر أفكار على النظام السيام العكسي زي مثلا بدل السيام 16 ساعة صوم 8 ساعات وأفطار 8 ساعات أيضا صوم يومين بالأسبوع أيضا صوم 20 ساعة أيضا صوم لمدة 24 ساعة يعني السيام يوم كامل وغيرها من أفكار والكل بيجرب الأفكار وما بتفرق معه الأضرار بيحكي لحاله الأهم أخسر وزني طبعا السيام له فوائد على الجسم سوى للجهاز الهضمي أو لتقوية المناعة وأنا مش ضده ولكن منقدر نصوم يومين بالأسبوع منقدر نصوم ثلاث مرات بالشهر منقدر نصوم شهر زي شهر رمضان مبارك ونكمل بعدها السيام بستة شوال إذن منقدر نصوم لفترات بسيطة ولفترات طويلة نوعا ما ولكن اللي عم بصير بدل ما تاخده فوائد للسيام عم تاخده مضاره للأسف في كثير معتبر السيام حارق كبير للدهون يعني انت شخص بدك تخسر وزنك جربت نظام عادي وخسرت عليه 5 كيلو باعتقادك أو حسب الفكرة الشائعة السيام بخليك تخسر 10 كيلو أو حتى بدل 5 كيلو 7 كيلو يعني برفع من معدل خسارة الوزن وبختصر معدل خسارة الوزن طبعا هاي المعلومة أبدا غير صحيحة إذا معدل حرق الدهون عندك 5 كيلو لو إيش ما تعمل أنظمة رح يكون 5 كيلو هاي الفكرة اللي حابة أوصلها مهما تعمل أنظمة معدل حرق الدهون عندك ما رح يتغيب لكن الصيام ممكن يضرك لأنه بكل بساطة عم تضر نفسك لأنه بكل بساطة انت شخص بتحب تتناول أكثر من وجبة باليوم عشان بعضك طاقة أكثر بيومك وبخلو عندك أكثر نشاط في اليوم ولكن لهدف تخسر وزنك عم نتجوح حالك لفترات طويلة رح تحكولي إذا جعنا من الشرم مي وكمان بعد فترة من التعود على الصيام فمنبطل نجوع أكبر ضرر عملته ألا وهو أنت مش مرتاح على الصيام وتقطع حاب تتناول أكلك بالنهار ما بدك تتناوله بالليل أو بالعكس بدك تتناوله بالليل ما بدك تتناوله بالنهار هيك أسلوب حياتك أنت فكرتك ترفع معدل حرق الدهون ولكن معدل حرق الدهون نفسه ما بتغير وإذا من داخلك ما كنت راضي عن الصيام وتقطع جسمك رح يقاومك يبطئ من حرق الدهون وهيك بدل ما تخسر وزن وزنك ثابت أو بدل ما تخسر 5 كيلو عم تنزل 2 كيلو وهي فعلا موجودة بحكولك كنا متابعين نظام الصيام ولكن الكل بخسر وزنه إلا أنا لأنه أنت مش مناسبك ومش مقتنع فيه بس ببالك بدي أخسر وزني وهي الفكرة بتعمل ثبات وتقريل بخسارة الوزن وبتكون عملة الصيام على الطاضي طرق خسارة الوزن سهلة الفكرة ما بدها كل هالتعقيدات النظام اللي رح تتبعه لخسارة الوزن اليوم نفس هذا النظام بخليك توصل لهدفك المطلوب من خسارة الوزن فكرة الصيام مفيدة تضبط الشهية وما بتخليك كل شوية تتناول وجبة ولكن ولكن انتبه اختر نظام اخسر وزنك غير معقد بالنسبة إلك حتى تقدر تستمر عليه شكرا لكم أنا أخصائي التغذية لينا الكساسبة اشتركوا في القناة